موسيقى من برنامشقن الصباحي كوفي بريك تنطلع معكم مشاهدينا حلقة جديدة معي انا صاميو عبر نصي من الوقت تقريبا كل نهار ثلاثة بتشارك انا وياكم كل مرة حلقة جديدة مع معلومات جديدة خلونا دغني نروح لأولى فقراتنا اللي هي هوب موسيقى في فقرة هوب كل مرة مناخد امال من شخصيات معينة كان ولدت طريقة مختلفة عنا او صار عندها مشكلة معينة وتخططها لحتى نحنا نتعلم من وراها اليوم امالنا لحيكونوا عن الوضع يلي عم منعيشه بالاخص بيزول الازمات والحروب يلي عم نقطع فيها نحن بلش مع اول امل معنا هيدا الامل هو عن ميس يونيفرس هيدا الميس يونيفرس هي ميزة لانها بتفوز وهي عندها اللا فيتيليجو اول هو البهاك يلي هي اول امرأة مصرية بتفوز بميس يونيفرس وهي عندها هيدا المتلازمة خبر تاني وامل تاني مع عارضة الازياء يلي هي بتبلغ من العمر ربحته وتمانين سنة هالعارضة الازياء بتشعل مسرح ملكة جمال الكون بالاخص بكوريا وتتكون عم تعمل عارض الازياء وهي بهذا العمر الكبير الملكة كيت بمبادرة حلوة اللي بتروح فيها وبتغمر شاب عم بسارع مرض السرطان واكد هذا الموضوع بيعنيله كتير خبرية وامل جديد مع المكسيكية انا فيكتوريا يلي بتصبح اول محامية وهي مميزة لانه هي مصابة بمتلازمة الداون صورة العجوز هاي الصورة فينا نشوف من خلالها كيف الوقت ابدا منه مؤخر والعمر منه حاجز لحتى نكون عم نحسن حيالله شي فينا ومثل هالعجوز قررت ان تكون عم تحسن جسمه ووضعية جسمه المظاهر مشكل شي وبالاخص نشوف هيدا الموضوع والدليل مع الصورة اللي نشوفها هلأ مع فاملة انترسن يلي بتفوز بامرأة العام وبتتسلم الجايزة من دون ما تكون حتى ولا اي ميك اوب على وجه مالكة جمال لبنان الحالية نادا كوسا يلي عم تتحدر لتمثل لبنان بمسابقة ميس يونيفرس بتقول لح تكون عم بتمثل لبنان وهي متأكدة ان اصوات اللبنانية مسموع برا ولح تذكرهم بالخارج بجبال لبنان بتاريخه بروحه بقوة برؤية بشجاعة شجاعة لبنان واللبنانيين كمان منروح كمان نعم نضل بمسابقات الجمال وبالاخص مع متسابقات متسابقات ملكات جمال لبنان مع ملكة جمال نادا كوسا لها السنة لعام الفين واربع عشرين يلي بتعاونوا مع حملة دفع لحتى يكونوا عم يساعدوا الناس حين كمان بيها المبادرة منروح كمان على المساعدات منروح لأكتر من عشرين ألف شخص بدوباي وبالاخص بأكسبو دوباي بيجمعوا كمان يكونوا عم يجمعوا التبرعات للبنان ومن ضمن هالعشرين ألف شخص عنا شخصيات معروفة لبنانية بدوباي عنا درحال يلي هنه دليدة خليل يلي هي مسلة لبنانية عنا الاعلانة وستان بريدي وزوجته كانوا كمان موجودين وعنا كمان كارين وازم يلي كانوا كمان عم يساعدوا بهيدا الموضوع منروح لعن طفلة هالطفلة اسمه كلارا وهي مميزة لأنه أول طفلة بتولد بالملاجئ وآخر خبر مع أب مش متزوج بيتبنى طفلة هاد الطفلة يلي عندها متلازمة ويلي عشرين عاي اللي قبله رفضتها فهو قرر انه يتبنيها مع كلها الأمال بدنا نروح للفقرة البعدة اللي هي general knowledge موسيقى بهالفقرة كل مرة منروح لمعلومات عامة حتى أنت وأنا نستفيد منها بذات الوقت شهر تشرين الأول هو شهر التوعية بسرطان ثادي بالأخص سرطان ثادي اللي هو يعد من أكتر السرطانات شيوعاً بين النساء عالمياً وصاهم الكشف المبكر أكيد بتحسين فرص العلاج بتقوم بالتحية والصلاة بالإعلامية هو ده شديد يلي هي هلا عم بتصارع مرض السرطان وحلقة شعرة ونزلت صورة وكتبت أنه أنا حلقة شعرة اللي حتى تكون عم بواجه خوفة فضروري تكونوا على طول عم تعملوا فحوصات كون لحتى كل ما نكون عم نعمل لكشف مبكر كل ما كمان كل موضوع أحسن وتتحسن فرص العلاج منروح كمان بمناسبة مرور اليوم العالم للصحة النفسية نجد عم نذكر ملكة جمال لبنان نداكوسا يلي تعاونت مع مختصين وقاموا بحملة ليعطوا نصايح بتساهم بتعزيز الصحة النفسية لكل حدا عايز هذا الموضوع والكانت الدخولية مجانية وهي أيضا خلان نذكر أنه معالجة نفسية منكمل مع معلوماتنا العامة وهلا لحنروح لمتفرقات ونبلش مع الديناصورات يلي بتبتلع الديناصورات الصخور الكبيرة يلي بتبقى بمعدتها لتكون عم بتساعد بهضم الطعام بالنسبة للجردين يلي بمارسوا ألعاب الفيديو لمدة 3 ساعات على الأقل بالأسبوع وبيكون أداء أسرع بنسبة 27% من روح للبشر وبالأخص بمارس البشر طب الأسنان من 7000 سنة من قبل الميلاد مما بيخلي أطباء الأسنان من أقدم المهن من قبل أنتج أول فيلم رواقي طويل موسك بأستراليا عام 1906 بالنسبة للتفاح والخوخ والتوت فهن أعضاء بعيلة الورد عنا كمان الماكرونة والجبنة اللي هن أكتر شي موجودين بكندا عنا النصور بتعيش 100 سنة بعيد الحب بكوريا الجنوبية بتقدم النساء بس الهدايا ومش الرجال بقدموا للنساء بيستمر حيوان الكونجوروب بالنموح حتى يموت وفيه أنه ينام لمدة 3 سنين عنا بلدة بالهند باسمها سانتا كلوز بنكمل مع مجموعة من الخيول يلي ما بتنام بنفس الوقت وواحد منهم على الأقل بتضل فيقة لا تكون عا بتنبش على البيئة عنا جزيرة اسمها اناف روم هايدي الجزيرة فيها مسيحة كافية لشجرة وبيت فينا كمان أنه يساعد الكاكاواء النقى بمنع تسوس الأسنان ونروح للصين وبالأخص بتقوم الصين بحركات خمسين مرة أو بالأحرى العين بتقوم بحركات خمسين مرة بالثانية عنا أول شخص عبر شلالات يجرى بواسطة حبل مشدود عام 1859 نكمل كمان لعام 1687 يلي وقت كانت الساعات تصنع بعقرب ساعة واحدة باس أما برومة القديمة فكان الليمون يستخدم كمضاد لكل السموم عنا كمان مطاعم فرنسية بنيويورك أكتر مما موجودة بباريز عنا هواي يلي هي الولاية الوحيدة يلي فيها منطقة تعليمية واحدة باس وآخر خبر يلي هو قبل استخدام الزقبة كان البرند يستخدم لنكون عم نشوف ميزان الحرارة مع كل هالمعلومات بدنا نروح للفقرة البعضة يلي هي سالابريتيز بيها الفقرة كل مرة منتعرف على شخصية مشهورة جديدة ومنشوف كل المصاري يلي أطاعته والإنجازات والجوائز يلي ربحتها اليوم لحنروح عند أعلان دولون يلي هو توفى مؤخرا عن عمر 88 سنة تقريبا أعلان دولون هو ممثل ورجل أعمال فرنسي سويسري تلقى تعليمه بمدرسة داخلية كاتوليكية بس دراسته توقفت هناك لأنه سلوكه التحق من بعد بعدة بعدة مؤسسات تعليمية بسن الـ 14 ترك الدراسة واشتغل لفترة قصيرة ليكون عم يبيع اللحوم وبعمر الـ 17 التحق بالبحرية الفرنسية اشتغل بعدة وظائف قبل ما يكونوا عم يشوفوه المونتجين اللي يقدم سنة 1957 أول أفلامه يلي هو بعنوان أرسل إمرأة عندما يفشل الشيطان ومن بعدة كمان فيلم سنة 1960 لتقى مع مكتشف المواهب الأمريكي الشهير هاري ويلسن واشتاز معه اختبار التمثيل بنجاح بس مرح معه لهوليوود وفضل أنه يبقى بفرنسا اللي حق فيه نجاح واسع بفيلم نون الأرجواني بنفس السنة كمان قدم دور فيو كان هده دور فيو شي نفسيا مركب من بعد هده الموضوع عرض عليه عقد عمل بشارة أنه يتعلم اللغة الإنجليزية بس كمان ظل مصر أنه يبقى بفرنسا كانت انطلاقته سنة 1960 مع فيلم بعنوان بوجه الشمس ومن بعده مثل بعدة أفلام عديدة كان على دولون بوقتها بيعتبر من أبرز النجوم الفرنسيين بس من بدايته بالسبعينات وخلال الثمانينات بلشت نجوميته السينمائية بالتراجع وبالأخص سنة 1997 وقت أعلن قرار باعتزاله بالتمثيل السينمائي ومن وقته شارق بخمس أفلام فقط ووسع نطاقة دقوا على المسرح بالمسرحية الناجحة كمانا لحنروح منذكر أهم جويزه يلي عنا جايزة أخذها سنة 1985 عنا جايزة الدب اللي دهبت مهرجان بيرلين سنة 1995 عنا وسام الاستحقاق الوطني من رتبة ضابط سنة 1995 أيضا وسام الاستحقاق من رتبة فارس بـ 2023 وغيره كتير وصيب بسكت دماغية عام 2019 ودهورت حالته الصحية لسنة 2024 لحد ما توفى بالأخص في 18 أوجست عن عمر متن ما ذكرنا 88 سنة من بعد ما صراع مع المرض السرطان وجميع أبنائه بيشتغلوا كمانا بالتمثيل وكمانا عنده ست أحفاد وحفيدات خلونا قبل ما ننهي هيد الفقرة كمانا نذكر خبر محزن عن الوسط الفني يلي هو وفاة جانا يلي هي نجمة فيلم The Notebook بعد خبار السيلابريتيز بناروح لآخر فقرة معنا يلي هي Around the World بيها الفقرة أنا من الستوديو وإنتوا من البيت كل مرة منسافر على بلد معين وبنتعرف على كل شي بخص هيدا البلد اليوم سفرتنا على جيانا هالبلد هي دولة بأمريكا الجنوبية عندها سيادة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية مثل ما ذكرنا وسقفيا هي جزء من منطقة البحر الكريبة باللغة الإنجليزية هي الدولة الوحيدة بالكريبة ويلي هي منى جزيرة بالنسبة لعاصمتها فهي جوردستاون وباللغة الرسمية طبعا فهي اللغة الإنجليزية بالنسبة لمناخة فهو استيوائي وبترتفع حرارته بمعظم شهور السنة بالنسبة لأهم المزروعات طبعا فعنا القصب السكر عنا الأرز الموز الدرة وجوز الهند بنروح لأهم المعادن يلي عنا الألماز النحاس والأورانيوم وهي تالت أصغر برد بأمريكا الجنوبية تعتبر من المناطق السياحية حيث بيقصدها عدد كبير من الزوار والسياح بكل السنة وخاصة اللي يكونوا عم يستمتعوا بالأجواء الرائعة بالعاصمة حيث هناك في عنا المنازل الخشبية يلي بتعود للقرن التاسع عشر ميلاديا وعنا القنوات الهولندية القديمة كمان بقايا التراث الهولندي والبريطاني والفرنسي بنروح لشلالات يلي بتتواجد هيدا الشلالات بمنتزه بالمنتزه الوطني وبتتميز بحجمه الكبير وجماله بالنسبة لنهر ريوة يلي هو مكان ملائم لصيد الأسماك وأهم أسماكه كمانة سمكة مميزة بنروح لتمثال الملكة فيكتوريا يلي هو بتميز بتصميمه الرائع وبيظهر الملكة فيكتوريا واقفة بفخر ولبسة فستان أنيك بنروح لمتحف روي يلي هو متحف رائع بيشتمل على مجموعات كبيرة من الأدوات المسئية أيضا متحف غيانيا اللي هو المتحف الوطني ويعتبر المتحف الأكبر بالبلد وبيشمر بداخل مجموعة من القطع الأثرية اللي مجمع من اختلف أرجاء العالم بالإضافة كمانة عن أحجار بريطانية الكريمة كتدرائية غيانيا اللي هي موجودة بنص مدينة جورجتاون وتعتبر الكنيسة الخشبية الأطول بالعالم وبتتميز بتصميمه الرائع وعننا كمانة جورجتاوني اللي ذكرناها عندت مرات قبل يلي هي العاصمة وأكبر مدنة وأكبر مدنة بتطلع على المحيط الأطلسي وفيها مقر الرئاسي وسفرات الدول والبزارات وهي القاعدة الاقتصادية للدولة عنا كمان موسيقى الكاليبسو يلي هي الأكتر شهرة بالإضافة كمان للرأس والدراما مشاهدينا مع هيد الفقرة بتكون وصلت حلقتنا لنهيتها بدنا ننهيها بفيديو مع حيال الست هدى أبو جودة مرحبا حيلة جديدة من حيال الست هدى اليوم رح نشوف كيف بننظف الفضية جمالا ستات هلأ عصر السرعة ما عنده وقت يقعدوا نطفوا فضية كل قطع بقطعطة ويفركون ونستعمل دواء من السوق في طريقة كتير هيني اليوم أنا رح علمكم عليها وهي إنه نحنا نحط بجات كبير أنا حاطع لقد الغطى اللي رح استعمله فيكن تستعملوا لقياس الجات يلي بناسبة عندكن للقطع الموجودة عندكن منحط الغطى بقلب جات أو حتى فينا نستعمل أرض المجلة إذا نحنا قطعنا الفضية كتير كبيرة ومنحط ورقة ألوميون فايل بهالشكل هيدا ورقة ألوميون فايل بقلب الجات ومنحط القطعة ومنجيب ملح خشن هيني كتير كلنا منعرف شو الملح الخشن منحطون ومنوزعهم بهالشكل منوزع الملح الخشن بهالطريقة هيدا وعايزين مي مغلية نحنا غلاينا مي بننزله فوق الملح هلا اللي بيصير إنو ميت الصخنة مع الملح الخشن مع الألوميون فايل بيتفاعل مع بعضه ورح نشوف السرعة يلي الفضية رح تتنظف فيها هلا إذا قطعة الفضية عندنا إلا زمان مش منظفة فينا نترك القطعة بقلب المي الصخنة والملح الخشن لحدود التلت ساعة إذا مش كتير لهم زمان مش منظفين يعني إنو شوي مجويين فينا نحطون لحدود العشرة دقية ربع ساعة ماكسيموم نحنا هون أكيد الكاميرا عم تاخد بلشنا نشوف كيف الغطة نضيف من الترسوبات اللي باقي عليه أنا لحفرجيكم شغلة نحنا مش ضروري نرجع نغسل الأطعاب الصبون بيكفي إنو نحنا نشطفها بالمي لأنو ما استعملنا مواد كيميوية مئزية إذا أشياء نحنا بنستعملها للأكل أو للطبخ نحنا بمجرد ما نغسلها نفوحها تفويح بس بالمي العادية فوق المجلة والنشفهم بهالشكل أنا رحفرجيكم الغطة من بعد ما أنا امسحوا افركوا بشوية صغيرة هون ما وصلوا مي وما وصلوا ملح بعدوا عليوا بقع مشان هيك رحفرجيكم أنا مطرح ما أنا نظفت بهالشكل باعتقد إنو المشاهدين لاحظوا الفرق إذا بدنا نرجع نعمله من النص فينا نرجع ننقعه من هون ونعبي أكتر ماي لنقدر ننظيف الغطة بس أنا عفرجيكم الفرق بين الشي اللي نحنا عملناه هلأ كيف صار عم بيلمع وبان الشي اللي كان موجود عليو مجمع الغبرة على الفضية هايدي من الطرق اللي كتير هاينا يعني إذا عنا نحنا شوها كسكاكيين فينا ننزلها بقلب الجات ونحط مي سخنة وملح خشين مع ألوميون فويل نتركون ربع ساعة ونرجع نحنا ننشفهم بفوطة اللي عنا إياها هلأ في شغلة كتير مهمة إنه نحنا وقت اللي بتبلش المية تسقع جباري نرجع نزيدها مية مغلية إذا عنا بعض غراض بدنا نرجع نكمل تنظيفهم نرجع منزيد مية مغلية ومنكمل تنظيف الفضية اللي متواجدة عنا وبنعرف نحنا إنه كل شي فضية صغيرة متل خواتي محلق ما بيسوى نستعمل هايدي الطريقة لأن إذا فيها حجار وعم نستعمل مية مغلية هذا شي ما ننو منيح من الأنسب إنه نستعمل معجون سنين عفرشات سنين وننظف فيها كل الأكساسوريز الموجودين عنا من حلق ومن عقودة وهيدي حيلتنا لليوم بتمنى تكون عجبتكم وبشوفكم بحلقة لإدمن الأراض مع هالفيديو وهالحيال بتكون وسط حلقتنا لنهايتها ملتقانة بتجدد الأسبوع الجاي باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر